ونبقى في تكريت حيث طالب سكان المنازل القريبة من المجمعات الطبية والتجارية شرطة المرور بحملة واسعة لإنهاء ظاهرة وقوف سيارات المراجعين والمتبضعين أمام منازلهم لساعات طويلة ما يعرقل حركة الدخول والخروج وانتهاك خصوصية البيوت أيضا المواطنون شددوا على وجوب الإسراع بتطبيق قرار المرور بفرض غرامات مالية أو سحب العجلات المخالفة وبما يجبر أصحابها على عدم تكرار المخالفة والذهب إلى الغراجات الرسمية المخصصة لوقوف السيارات ويشارل أن سكان المناطق المجاورة لشوارع الأطباء والزهور يشكون أكثر من غيرهم من ظاهرة الوقوف العشوائي أمام بيوتهم وبطريقة تبتعد عن الذوق العام ومراعاة حقوق الناس في حرية الدخول والخروج من منازلهم موضحين المساعدة أمر مختلف عن التعدي على خصوصية الناس ترجمة نانسي قنقر